دكتور سامح النصر استشاري لعلاقات الأسرية ونروح بسرعة للنقطة اللي أنا كنت أتكلم فيها ليه دايما الراجل بيخاف يقول فلوسه كام للست اللي معاه إحنا زهقنا ليه دايما الراجل بيخاف الست تعرف عنده كام في البنك وليه عايز يعرف كل حاجة عن مراته وهي ما تعرفش عنه أي حاجة آه بقول لك لا وحشة أول رجالة دي وحشة وحشة أول أو دكتور سامح عليها بنفسه آه لا لا وحشة جدا ليه لأن انتوا الاثنين متعودين على الصراحة يبقى الصراحة كاملة عليكم انتوا الاثنين آه أشمعنا يعني زي ما انت لا دا أنا أقول لك على الحاجة أنا عارف أصدقاء كتير مش أقول لأسمعها بعد الحلقة حكيلي حكيلي يا دكتور سامح يعني هو بيأخذ مثلا عشر تلاف جنيه يعني لا يرقم يعني فهو بيقول لها دول ستة بالعافية خمس مش عايزيني يزودوني آه عارف أنت خمس خصام لي أيوة خصام مدير ابن مش عارف إيه ما فيش طب ليه ليه حبيبي كل دا حتى لما يجيلوا حوافز ولا بونس في الشغل ولا ولا مجيش ما بيقولش أي كلام دا لأ مش موجود ليه ليه ويديها المقدار دا ويفضل هو محتفظ بالباقي طب انت بتاهم بيه ويقول لك لأ عشان ما تطمعش فيها آه آه عشان طلبتها كتير دي ما بتصدق أو ما تشوف معاه فلوس بتاخد كل اللي معا مثلا تيجي بقى انت تعرف الستة دي مثلا أو تبقى عارفهم إحنا أصدقاء مثلا عم المستوى العائلي وتبقى عارف ستة لقية مدبرة جدا لقيها عمر محترمة جدا آه محترمة بل بالعكس هي تقول له بص أنا سعيبة فلوس في الدرج بقى خد الفلوس إنت مش خارج مع أصحابك أو لما يجي يجيب هداية نصلا أو يامل أي حاجة لأ خد الفلوس الحمد لله إحنا عندنا فلوس في البيت طب إيه دا طب دا راجل طمع جدا طب دا راجل نصاب عظفية طب الزط يعني عارف بساعات بقى لقيهم بيعملوا كده عشان الست تصرف آه يعني عامل نفسه بخيل وعمل نفسه معهوش عشان ياخد فلوس الست أنا اللي هجنين يا دكتور سامح ليه في بعض الرجالة بتستحل شقة وعرق الستات لا هي دي بقى أنا هقولك هالحاجة بقى صريحة بقى يلا بقى اللي يزعل يزعل بقى واخد بالجنتي دي مكتوبة كلمة زكر في البطاقة غلط آه خالص بصي بقى احنا صرحة ليه بقى لان دي مكتوبة غلط يعني انت دي مفعاش اي صفة من صفات الرجول آه يعني طبعا باستثناء الرجل اللي تعبان لظروفه وحشة لا لا باستثناء اللي يكون ظروفه تعبانة أصلا ايه ايه ما اللي بقولك حتى تعبان وعلى فكرة ظروفه لو تعبانة ستة بتبقى بتصرفها مبسوطة يبقى ايوه بزار وحاسة بالجدعانة وحاسة ان هي شايلة بيتها وجزها على فكرة ما تحسسوا ان في حاجة آآ ياما ستات مصرية جدعان بعت الشابكة بتاعتها ومش عارف ايه والحاجات دي كلها بتستغنى عن مصاريف حاجة معينة دول انتو لك وكل الاحترام والتقدير لكن الراجل بقى من الاول مستني الست تصرف آآ طب انت معجيش فلوس بقى من رادي طب انت خدت كم من شغلك آآ طب معليش مرتبك الشهر الجاي ممكن ما تجيبيش بقى ميكب وما تجيبيش لبس عشان عايزينه ندفعه في كذا ايه ده انت راجل آآ يعني انت اقف قدام من برية واسأل نفسك السؤال ده هل انا كده مكتمل لصفات الرجولة ولا عندي حاجة نقصة عشان نفكرك بس